الاعتصام الحالي في مجلس النواب سبقه دخول قبل أيام ودخول في فترة ماضية هل سيكون الدخول الجديد لمجلس النواب على نفس شكل الدخول السابق والأسبق أم أن النتائج ستكون بشكل دراماتيكي أو مغاير تماما التوقعات تقول أنه لا بد هناك من تغيير لأن الأمور وصلت إلى مستوى أو إلى سقف لا يمكن الرجوع إلى نقطة البداية أو نقطة الصفر أو ما نسمع من تصريحات أنه يدعون إلى جلسة مشتركة لحلحلة الأمور طيب هذه التسعة تشيرون أنتم ما حلحلة الأمور الآن يعني تريدون جلسة مشتركة وكيف تحلحل الأمور الانسداد كبير ولا تنفع معه كل الأمور التي قيل أنها ستفتح الانسداد بل زاد الانسداد وزاد التأزم فأين يذهبون ما هو الحل الحل هو انتخابات جديدة لكن يا ترى يا ترى الانتخابات الجديدة لو جرت هل ستجري على نفس الشاكلة التي مضاد بنفس قانون الانتخابات بنفس مفوضة الانتخابات بنفس السياقات الماضية يا ترى أيضا لو لو أن الطرف سين أو صاد حاز على الأغلبية الأغلبية هل ستعترف به أو سيعترف به الطرف الآخر ما هو أيضا نحن الآن في المرحلة الحالية أو التي سبقت أيضا الطرف الأول حصل على أغلبية لكن الطرف الآخر يقول لا ليس أغلبية وهكذا دواليك اللبنة الأولى هو أنك تجري انتخابات ثم تجري بعدها انتخابات أخرى ولا محاكمة ولا سحق لرأس فاسد كبير كيف سيقتنع المواطن أن هناك تغييرا أو هناك تحولا إذا كان الكل أو أرباب الفساد يسرحون ويمرحون لا بل المضحك المبكي والسخرية الكبرى أنهم يعني بكل وقاحة يضحكون على الجماهير ورؤوس الفساد تتكلم عن الفساد ومحاربة الفساد طيب هذا الذي جرى من الذي من قاب به من قام بهذا الفساد إذن جيران آخر أو الناس غرباء جاءوا طرأوا ورحلوا اختفوا هما نفس الموجودين لا بد من تغيير لا بد من تغيير وإلا لو رجعنا إلى نفس المستوى ونفس القصة ونفس السياقات ماكيدا يا أبو زيتك أنك لم تغيير المشكلة هيا هيا ترجمة نانسي قنقر